نروح برضو لتصريح تاني وده بقى يعني من أصداء مباراة إمبارح وفوز المنتخب البرجيكي على منتخب كندا ديبورينا بيقول لها أعلم لماذا حصلت على رجل المباراة ويجب أن نلعب أفضل أمام المنتخب المغربي فأكد كيفن ديبورينا لعب منتخب برجيكا أنه مش عارف السبب اللي حصل عليه بجيزة أفضل لعب في المباراة أو رجل المباراة أمام منتخب كندا بيشير إلى أن منتخب برجيكا ما ظهرش خالص بالشكل الجيد في مباراة إمبارح وأن المباراة طبعا كانت في كاس العالم وقال ديبورينا بعد المباراة أن المباراة كانت صعبة جدا وأنا مش شايف أننا لعبنا بشكل جيد وكان عندنا مساحات كتيرة جدا خاصة في الشوط الأول أضاف كمان وجدنا بعض المساحات في الشوط الثاني وتحسن الأداء نسبيا لكنه لم يكن كافي من حسن الحظ أننا فوزنا في مباراة أمس وعم وجهة المغرب فأوضح أن المنتخب المغربي قوي جدا ولديه لعبين مميزين المباراة المقبلة ستكون صعبة ويجب أن نلعب بشكل أفضل طبعا تصيحاتي احترام كبير جدا للمنافسة قادمة المنتخب المغربي وسمعة المنتخب المغربي كبيرة في وسط كل المنتخبات الكبرى في كاس العالم إن شاء الله بنأمل تكون الحضور في صالح المنتخب المغربي في مباراة قادمة أمام منتخب برجيكا ترجمة نانسي قنقر